بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي أدريسي مقرر جبرى المصفوفات ومع الجزء الرابع من الدرس الرابع في الوحدة الثانية ومع تمارين حول إيجاد ومعرفة معقوس المصفوفة باستخدام المحددات في هذا التمرين المطلوب هو تحديد هل هذه المصفوفات معكوس أم لا باستخدام طريقة المحددات وعلمنا أن شرط وجود معكوس للمصفوفة هو أن محدد المصفوفة لا يساوي الصفر إذن فنحسب محددات هذه المصفوفات لنرى هل لها معكوس أم لا المصفوفة اليسرى التي معنا يمكن فكها بهذا العنصر وكما نعلم من قاعدة الإشارات أن هذا العنصر إشارته موجبة فمحدد المصفوفة يساوي موجب واحد في المحدد الناتج من حذف الصف والعمود الموجود فيه يتبقى عندنا كوزاين ثيتا ساين ثيتا سالب ساين ثيتا وأخيرا كوزاين ثيتا وقيمة هذا المحدد هو كوزاين تربية ثيتا ناقص ساين في ساين بساين تربيع بالسالب في سالب بالخرج إذن هي موجب صاين تربيع ثيتا وهي كما تعلمون إحدى متطابقات فيثاغورث بثيغوريان ايدنتيتيز وهي تساوي واحد أي أن قيمة هذا المحدد لا تعتمد على الثيتا كما أنها لا تساوي الصفر إذن المصفوفة A لها معكوس أي أن A is invertible الآن مع المصفوفة الثانية التي معنا يمكن حساب هذا المحدد أيضا بأي طريقة كانت فبطريقة المفقوق المعاملات يمكن حسابه بهذا العنصر فنجد أن هذا العمود فيه صفرين فيمكن حسابه مباشرة باستخدام هذا العنصر ثلاثة فقيمة هذا المحدد تساوي إشارة هذا العنصر هي موجبة كما نعلم ثلاثة ثم نحزف الصف والعمود الموجود فيه يتبقى عندنا اثنين ثلاثة سالب اثنين سالب أربعة يساوي ثلاثة في سالب ثمانية موجب ستة أي أنه ثلاثة في سالب اثنين يساوي سالب ستة أي أنه عدد غير صفري بمعنى أن المصفوفة A is an invertible matrix موسيقى